بسم الله الرحمن الرحيم بسكتك بالعفو مين أدك يا صحبي يلي المرض هدك مش عايزة شوف دموعك نزلة على خدك أهلا بيكم في أول حلقة من حلمك حقيقة حلمك حقيقة حيتزعى إن شاء الله كل يوم حد وكل يوم أربع حداشر مساء بإذن الله تعالى الاسم باين من عنوانه حلمك حقيقة معنا في حلقات هذا البرنامج حلمك حيبقى حقيقة البرنامج بيتكلم في الطب وفي الصحة وفي أشياء أخرى الحقيقة في حرف جر وأشياء ممنوعة من الصرف عشان كده بتجرب الفتحة وأشياء أخرى هنتكلم في حاجات كتيرة جدا إن شاء الله هتقمص دور طبيب من الأسرة وعلى فكرة يعني غير إن أنا واخد ماجستير في الكابد والجهاز الهدمي والسكر واخد كمان دبلوما في طب الأسرة فبالتالي هتقمص طبيب الأسرة أي حد عنده مشكلة في البيت أي أن كان التخصص بتاعها هيكلمني هكون فرد من أفراد هذه الأسرة أساعده أساعده بالمعلومة الطبية ودايما بقول أنا هتكلم في السكر والجهاز الهدمي باستفادة لأن ده تخصصي لكن في أي حاجة تانية هساعدك هواديك له دكتور هنكشف عليك مجانا إذا استطعنا هنبعت لك علاج مجانا إذا استطعنا هنفتح لك مواضيع كتير علشان كده أرجوكم تواصله على الأرقام اللي على الشاشة أنا في انتظار اتصالاتكم بعد قليل هيكون معنا فنان جميل جدا اسمه الفنان أحمد حلاوة معروف بالكوميديا هو يعني هي من الناس اللي أنا بحب أتفرج عليها قوي في الفن الفنان أحمد حلاوة حد محترم جدا عاش بيحترم فنه دايما بيقدم الضحكة والفن الراقي جدا أشهر ما قيل عنه من الفنان عادل إمام أن أحمد حلاوة هو اللي بيضحكني شخصيا وقال أنه هو غول على أحمد حلاوة في التمثيل يعني حد بيتقمص الشخصية بدرجة غير عادية اسمحولي أرحب بالفنان أحمد حلاوة السلام عليكم السلام عليكم الله وبركاته أهلا بيك وأهلا بالسادة المشاهدين فنان الجميل أحمد حلاوة حضرك منور قناة الصحة والجمال ربنا يخليك ربنا يخليك الفنان الجميل أحمد حلاوة أنا عايز يعني أسمع من حضرتك كنت قلتلي علاقتك بالصحة إيه عايزك إنت اللي تقول يعني علاقت بالصحة طبعا خايدانة كبرت بالسن كبرت في السن لكن كبير في المقام يعني ربنا يخليك وطبعا في بعض من الأمراض اللي هي وراسية أو الاستعداد بتاعها وراس شوية زي مرض السكر وزي النقرس وكده والحكات دي إنما برضو حلا بنقاوح ربنا يديك الصحة وتقاوح وتعيش مديد من العمر وتمتعنا وتمتعنا وتقربنا إن شاء الله يعني من إم تحارف إن عند حضرك سكر السكر بقالي بتاع حولي حاجة وعشرين سنة تغبنا يديك الصحة بناخد إنسولين ولا أراس باخد لا باخد أنسولين دلوقتي باخد أنسولين نوع واحد ولا نوعين لا نوع واحد نوع واحد بالليل بالليل لأنه واحد الصبح الصبح مرة واحدة الصبح آه مرة واحدة يا وسعد بجزاء ويبقى كزر الصبح وكزر بالليل لو المسألة في لغباطة يعني شوية كده ولا حد لا إن شاء الله يعني أنا أتمنى وأتعهد إن إن شاء الله بإذن الله تنورني في المركز وإتى يعني أنا مستشارك الطبي من الآن وموضوع السكر ده بإذن الله لعبتنا يعني حنزبط لك السكر تماما إن شاء الله إن شاء الله ودايما ممتعنا بفنك إن شاء الله النقرس بقى بتاكن لحمة كتير ولا إيه النقرس يعني لا والله النقرس ده حكايته حكاية يعني يعني النقرس ده يعني مش من اللحمة بس من اللحمة طبعا إنت أستاذنا وعارف كل حاجة اللحمة وفول وفراولة وقهوة يعني إيه هو أيبته إيه المصفى اللي بتصفي اليوريك أسد ده وترميه يعني الأنزيمات بتاعتها أو طبعا إنت أضرب لا إنت بتتكلم صح إنت بتتكلم علميا صح على فكرة يعني يبدو إن هي قلت شوية فمش عارفين ندوب المواد المخلفة من ده إلى حد بعيد حقيقي وهايل جدا وفعلا له علاقة بالميتابوليزم بتاع الجسم ولكن يظل يظل شرب المياه هو الحل الأمثل جدا جدا ويمكن قاله لحضرتك آه آه يعني هو برضو الواحد برضو بيكسل يعني بص لساعات انت بتشتغب بصور يعني إذا ما كانش المساعد بتاعي بيديني إزاست الماء أشهر منها أنا بنسك وفي الشتاء بص لأ فلا ما بيشوفش ماء كتير يعني حاجات كده غريبة شوية كده برضو لاحظ موامل شوية بالتكاة دي لا ربنا يديك الصحة يا رب وبعدين عشان دمك زي السكر فهو مليان سكر يعني ده منطق جدا يعني أنا عايز أقول لك معلومة أنا حلاوة باش أنا حلاوة مش كده طبعا ربنا يديك الصحة يا رب وكل ما تكبر كحلة عايز أسألك سؤال بقى أو هو مش سؤال هي معلومة عندك فكرة المية بتقاس إزاي في جسم الإنسان بمعنى احتياج الشخص يقاس على أي أساس لا والله طيب أنا أقول لك بقى وفرصة نقول لتسادة المشاهدين كل 30 كيلو من جسم حضرتك محتاجة لتر مية يلا نقول المعلومة المهمة دي فشوف حضرتك كل 30 كيلو عايزة لتر مية بير دي يعني في اليوم فحضرتك محتاج شوف وزنك كام وإيه وقسمه بقى على 30 يطلع عدد اللترات المطلوبة محتاجين آه مية كتير لا الواحد فعلا نقصر حق نفسه طيب آخر معلومة عارف حضرتك نقص المية يعمل إيه غير النقرس نقص المية غير النقرس يعمل حاجتين مهمين جدا يجيب أملاح في الجسم منها النقرس وحصوات في الكلة ويعمل إمساك ولذلك نصحتنا لكل الناس اللي عندها إمساك واحد كتر مية صح صح لما يكد يعني المحكمة تنورت حضرتك تنورني أنا في 29 شارع التحرير دقي أمام سينما التحرير وطبعاً انت بتاع سينما انت بتاع سينما فالمركز عملناهولك قدام سينما التحرير بالضبط بجوار قصر استقاء المركز استقاء في الروسي حضرتك تنورني في أي وقت اعتبر ان السكر تضبط تماماً إن شاء الله يتبقى معلومتين مهمين حضرك كل سنة تزور دكتور عيون من فضلك كل سنة تزور دكتور عيون أنا لسه أولا يا عمل عملية خاصة بالماية البيضة ألف سلامة أه يعني أنا الكنين العين تعبيني في الماية البيضة عملت واحدة ونقصت تانية إن شاء الله ألف سلامة بس دايما في الماية البيضة نستنى لما تستوي يمكن قالك كده الدكتور بطع الرما ربنا يدك الصحة يتبقى بس إنك تعمل حاجة اسمها تحليل سكر تراكمي كل ثلاث شهور كل ثلاث شهور الواحد تملي بينسب حضرك يبعته لي على الوطس بس وأنا هبعتلك العلاج وأجيلك لحد البيت كمان وإن شاء الله بإذن الله يعني ده مركزك تنورني في أي وقت شاكرين فضلك على راسي ويدك ربنا طلط العمر وتمتعنا زي ما دايماً بتمتعنا شكراً للفنان الجميل أحمد حلاوة تحياتي استمعنا للفنان أحمد حلاوة واتعرضنا للسكر وتعرضنا للنقرس وحنتكلم عن الاتنين في خلال الحلقة وإحنا يعني زي ما بقوله هو قال لكو دلوقت موضوع النقرس والموضوعات المهمة والحقيقة أكمل على الكلام اللي قاله واللي كان كلام علمي ومحترم بس إذا فكركم تكلمونا على الأرقام اللي ظهر على الشاشة أي حد عنده مشكلة طبية يتصل بنا على الشاشة على الأرقام اللي حتظهر على الشاشة الآن أو اللي هي موجودة أرجوك إحنا حنقف جنبك وحنحول حلمك حقيقة أيا كان نوع المشكلة بإذن الله حنقف جنبك في فريق من الإعداد حيبقى وراء حضرتك هذا البرنامج خدمي في المقام الأول اتصل على الأرقام الموجودة على الشاشة وإحنا إن شاء الله حنبقى معاك على طول النهاردة الحقيقة عايز أتكلم عن حاجة مهمة جداً ودايماً النهاردة كلامنا حيبقى عبارة عن فاكسات سريعة يعني اتكلمنا عن مريض السكر ولو وصلنا المعلومة لمرضى السكر وقلنا إنه الفنان أحمد حلاوة اللي كان معانا على التليفون دلوقتي النجم المحترم الكوميديان الجميل بياخد علاج إنسولين للسكر فالحقيقة كان علاء ولي الدين من ضحايا الإنسولين معاك صال ألو ألو أيوة وعليكم السلام أهلاً وسهلاً أحمد فرحات علمي معاك أحمد فرحات أستاذ أحمد بتكلم منين من المنوفية منين؟ المحل السبق مركز أشمون أهلاً وسهلاً وأمرني يا أستاذ أحمد والله أنا عندي مشكلة ومش عارفة أصلي منها يعني تفضل عندي ما بلحاش نفسي في المية يعني البول بيسبقني أه البول بيسبقني سننا كم سنة؟ 62 سنة 62 سنة مرضى سكر؟ لا ما عندي سكر مرضى بروستاتا؟ تهيالي كيلة أنا معرفش ما روحناش لدكتور وقال بروستاتا؟ لا أنا معرفش طيب بص البرستاتا بنقولها في كلمتين ثلاثة عشان برضو اللي سمعني تلوقتي وسنه فوق الـ 45 سنة إحنا في البرنامج ده بنسقف الناس في المقام الأول البرستاتا يا جماعة في الرجال أعراض تضخمها كالآتي هو طبعاً بتسميها في الطب P9 Prostatic Hyperplasia P9 Hyperplasia P9 Prostatic Hyperplasia تيجي إزاي بقى؟ العيان فعلاً ممكن البول يسبقوا شوية ويبقى معاها أو ما معهاش حرقان بول والبول ينقط في آخره البول ينقط في آخره وساعات يصح العيان بالليل مرة أو مرتين أو تلاتة عايزة أسأله فيه حرقان في البول ولا لأ؟ بالضبط فيه حرقان في البول ما عملناش أي حوادث لقدر الله؟ لا طيب ليه سألت السؤال ده الأستاذ أحمد فرحات من المنوفية شكراً يا أستاذ أحمد وحنجوبك حالاً إن شاء الله ليه قلت للأستاذ أحمد فرحات دلوقتي من فضلك عملت حدثة ولا لأ؟ لأن الناس ربنا يحفظكم ويحميكم جميعاً اللي بتعمل حدثة بالعربية وتبقى عنيفة كده العمود الفقر يحصل فيه مشكلة فيحصل مشكلة في العصب فالعصب بتاع الإنسان ده بيتحكم في البول والبراز فساعات يسبقوا البول ويسبقوا البراز أنا بنصحه دلوقتي إذا كانت بروستاتا بعد ما يعمل التحليل ويبعتها لي أفضل حاجة للبرستاتا أدوية معروفة للبرستاتا حنقولها بعد الاتصال ده السلام عليكم أم يوسف نعم يا فأنتم معاك حضرتها اتفضل يا موسف بتتكلم منين؟ من الفايوم يا دكتور أهلاً وسهلاً منين من الفايوم؟ من مركز أب شوائي أب شوائي فيوم أحسن ناس أقمريني متشك أنت قلت معلومة دلوقتي حضرتك عن المياة البيضة بتقول لما تستوي يعني إيه تستوي؟ حاضر حاجوبك حالاً الأول أنت بتشوفي كويس ولا بتشوفي من وراء استعرى؟ لا دي والدتي حضرتك فأنت يعني والدتي عندها مياة بيضة تعمل عملية طيب عندها سكر الأول ولا ما عندهاش؟ بقى ما عندهاش لا سكر ولا ضغط بس هي من خوفها خلاص تعمل عملية بعض بكرة الضغط علي عليها خلاص أنا جاوبتك حاجوبك حالاً دلوقتي ألف سلامة طيب بصرحة الحقيقة بنقول دواء اسمه بروستا نورب بروستا نورب من الأدوية الكويسة جداً اللي يقدر ياخدها أخونا أحمد فرحات من المنوفية بروستا نورب وتامسولين لو جاب الدواءين دول الحالة هتتحسن جداً تمسولين مرة قبل النوم بروستا نورب قبل الأكل ثلاث مرات أختنا بشوية هنجاوبها بعد الأخ محمد ألو ساز محمد ألو أيها اسمه أه حبيبي تفضل بتكلم منين؟ أنا من اسكندرية من العمرية ده عمرية اسكندرية أهلاً وسهلاً أمورني لو سمحت عندي زوجتي عندها تمانية وعشرين سنة نعم ألف سلامة يعني عندهم الحساسية وراسة وكده فهي المشكلة عندها في الأرتكارية في الجلد آه ألف سلامة فيعني لفنا على دجاتها كتير وعلاجاتها حالياً أكتر حاجة بترتاح عليها الهستازين بس طبق بيخلي عندها يعني النوم كتير طيب حجوبك حالاً يفضل إنها تاخد دواء حساسية فعلاً وأنا كنت الحقيقة مع أحد أكبر أطباء الحساسية في العالم في مؤتمر كده وبالصدفة دردشت معاه هل ينفع مريض الحساسية بزدات اللي عنده أرتكارية ياخد مضادات الهستامين مدى الحياة فقال لي مفيش مشكلة خالص إنها تاخد حباية مرة في اليوم وزا لقت لسه شوية تاخد مرتين في اليوم أحسن دوايين ممكن يتاخدوا في هذا الموضوع الحقيقة حاجة اسمها كلاريتين قرص الصبح وبالليل كلاريتين قرص الصبح وبالليل أو حتى تجرب الأول قرصة قبل النوم ده حيزبط الدنيا كويس جداً جداً وحاجة تانية اسمها إيريس إيريس لو خدت إيريس أو خدت كلاريتين الدوايين دول واحد منهم بس مرة في اليوم حيزبطوا الأمور كويس قوي قوي بس إوعى تجري ورد كثرة الحساسية اللي بعضهم واخد الموضوع تجارة واعمل لك مضادات اختبارات حساسية وإلخ إلخ إلخ أرجوك إرسي على الموضوع ده بس والدنيا تبقى كويسة أرجع لأختنا اللي خايفة على أمها اللي هتعمل العملية بعد بكرة وبالصدفة الفنان أحمد حلاوة تكلم عن المية البيضة فأنا قلت كلمة فهي لقيت الموضوع ماشي مع مامتها ربنا يخلىها لها فأنا بقول لها هم ده كثرة العيون محترمين ومن نفسهم ما بيعملوش عملية المية البيضة غير لما تستوي يعني إيه تستوي تستوي يعني المية البيضة جاية نتيجة حاجة اسمها البروتين موجود في عدسات العين في عدسات العين مع تقدم السن البروتين ده بيقع بيقع فيعمل زي عتامة كده العتامة دي تبدأ تبقى بسيطة 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 فالدكتور بيصبر ليه بيصبر بالعقل كده بيستنى لما البروتين ده كله يقع أو يعمل الغشابة على العين أو العتامة على العين بصورة كبيرة جدا لما ده يحصل العين يبقى بيشوف من وراء سطارة أو يقرب خلاص مش هيشوف يبقى ده المعادل كويس للعملية عشان كده ماما لو بتشوف كويس مش ده وقت العملية لو بتشوف من وراء سطارة بس شايفة كويس قوي مش ده وقت العملية وقت العملية لما فعلا تبقى شايفة من وراء سطارة والرؤية صعبة وضعيفة وا 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 ده بيخلي على طول الدكتور العيون من نفسه أنا واثق ان هما من الامانة بمكان ومن الشطارة بمكان لان انا مش تخصوص عيون انا بس بديكي معلومتين عارفهم حتى الطالب اللي في كل الطب لسه صغير بس انت عشان مش طبيبة مش عارفة المعلومة دي وده اللي خلاني اقول في اول الحلقة ان احنا ايه طب الاسرة انا اخوكم واحد من الاسرة بيقول معلومة لاخته اللي على التليفون او مامته اللي هي حيتعامل لها حملية بعد بكرة يعني قولي للدكتور بس يا طرف فعلا المية البيضة استوت لان احنا عندنا حاجتين مية بيضة ومية زرقة المية الزرقة عكس المية البيضة المية الزرقة تتعامل الان مجرد من دكتور اكتشفها لازم تتعامل بسرعة وإلا بتضغط على العصب البصري والواحد ما يشوفش عشان كده مين اخطر المية الزرقة ولا المية البيضة المية الزرقة خطيرة جدا لانها بتضغط على العصب بتاع الابصار وبعد فترة بسيطة قد تصل لأسابيع يمكن او شهور بسيطة العصب البصري يتضرب ويبقى الموضوع باع خالق اللي هي بنسميها جولوكومة عشان كده الجولوكومة خطيرة خطيرة لو تثابت طيب نشوف الاتصال التاني الو ايوة ايوة يا فندم ايوة اهلا بحضرتك نورتنا تفضل اتعرف عليك يا ريت نوابة التلفزيون وتسمعني من الفلفون بعد اذنك اهلا بشو اتفضل يا حبيب الو ايوة انا سامحك والله الو اتفضل يا فندم الو طيب يعني يحاول يتصل بنا تاني مع اتصل تاني الو الو قريبا ايوة يا فندم السلام عليكم وعليكم السلام يا حبيب قلبي اتفضل ازاك يا دكتور عامل ايه الحمدلاب بتكلم من اين انا بتكلم من السلام يا فندم اهلا وسهلا مدينة السلام اهلا وسهلا تفضل افندي معناية اقمرني اه حضرتك بس انا بخش الحمام بعد ما بت يعني بعد ما الحمام واجهت وضع مثلا بلاقي اه يعني نقاط 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 بتنزل مني يعني تمام عندك سكر اه لا لا خالص طيب عندك التهابات في المسالك البولية يعني البول بيحرقك او بيبقى فيه حرقان معاه او حللت قبل كده تقال فيه املاح او صديد في البول او كده ايوة كان فيها من لحظة بالسعر ايوة من مدة بكده وتعليكت منها وكده وتمام الحمد لله سنك كم سنة سنك كم سنة واحد وثلاثين واحد وثلاثين الف سلام عليك اه اه هقولك حالا دلوقتي اه طبعا اه يعني اه يعني لو هو حدي طب ناخد سامية ونجاوب على الاتنين فستة سامية السلام عليكم عليكم السلام ازاكي دكتور الحمد لله تفضل يا اخت سامية الله يخليك بتتكلمي مني يا اخت في الله تفضلي بالغربية بالغربية اهلا وسهلا تفضلي اموريني اهلا بحضرتها اه انا عندي امساك نعم وفيه كان عندي فيه شايلة الرحم وعندي تضاكم فقونك الرحم اه فعايزة حاجة الامساك طب قوليلي بس الاول غير الامساك فيه صهد بيطلع علينا كده يوجه علينا سخونية ساعات لا فيه قلم في العدم لا الحمد لله طيب اه فيه خنقة بتجيلنا من وقت للتاني لا لا ما فيش طيب الدكتور اللي شال الرحم ادانا بعض الاقراس ماشينا عليها ماشينا فترة عليها لا ده قدت خدت كيماوي اه ده كان ورم بقى ما كانش ورم ليفي يعني طيب كان ورم مش ليفي ها طيب طيب ألف سلامة احيانا الكيماوي يعني احد اعراضه يبقى كده موعيد الاكل منتظمة يا اختي طيب قد على الاتصال ربنا يشفي يا رب وكلنا نضم صوتنا لصوتها ونقول يا رب شفيها يا رب وشفي كل مريض بإذن الله تعالى انما الامساك كنا حكينا اول سبب من أسباب الامساك ان يكون جزء من القولون العصبي واسمه القولون الايه العصبي وما في حد في الدنيا ما عندوش ايه جزء من القولون العصبي تمام فيبقى نعم رواحد قال لها تكون عصبيا بقدر الامكان قلل من عصبيتك حد قال منعها حد قال منعها ما حد شقل منعها ولكن قال ايه قللها يبقى الامساك يتعالج بتقليل العصبية هتشوف تلاتة هيدايقوك من فضلك شوف اتنين حد رن عليك وقال لك عايزة قابلك قل له من فضلك انت بارد وبتعصبني خليك بكرة عادي خالص قل له كده عادي خالص اتنين اجل ما يؤجل ودي مهمة عندك اربع مشاوير النهاردة قل ايه اللي ممكن يتأجل واعمل تلاتة اشرب مية كتير خلي الاكل بمعاد خلي دخول الحمام بمعاد لو جات لك الرغبة في دخول الحمام لا ترفضها ولو في صفقة مليون جنيه لانك حسن دم لو عملت كده معاي بصالة له والسلام عليكم وعليكم السلام نتعرف على حضرتك انا نتعرف على حضرتك انا اسف تفضلي معلش انا اختي حلمت ان درتي فوقت المن بتاعتي وعلى السرير درتك على سريرك تمام سامعك صوت صوت ضعيف طيب ناخده لست حامد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلامة وبركاته استاذ حامد اتفضل امورني الله يبارك فيك يا دكتور حسين ليك وحشة كبيرة والله يا دكتور حسين ما شفناكش بقالنا فترة كبيرة على عيوني انا جيلك لحد البيت يا غالي والله العظيم استاذ حامد ايا كان مكانك يعني اتفضل الله يزيدك من نعيم الله في حاجة مسهة لمساعدتك يا دكتور حسين امورني يا حبيبي انا خدامك ربنا يقدره الله يبارك فيك اطباء المخ والاعصاب من 17 سنة شخصوني حالة اكرو ميجالي تمام ودوني ادوية من الجدول الاول زي الاستدول والالف كونفين والفاليام لما دخلوني في مرحلة جاني الكبد وجاني السكر حتى ان انا اصبحت يعني غصة هامدة موجودة في قلب الارض الله يبارك في حضرتك ويطول عمرك الله يبارك في حضرتك بتاخد انسلين للسكر ولا اراس باخد انسلين مائي حضرتك يا دكتور كام وكام ولا ايه باخد باخد 15 و 15 انت بتاخد مرتين بس في اليوم اه باخد مرتين في اليوم عشان كده اتدوك مرتين بس اه الف سلامة المشكلة بقى دلاتة دكتور حسين اه توجعت لحد اطباء المخ والعصاب وربنا كرمني وعملت اشاعة رانين وما طلعش فيه ورم سخاع الغدى النخمية بالمخ كل اللي طالع شوية التهابات تمام المرض طلع من جسمه ولكن المخدر لسه ما طلعش من جسمه اثاره موجودة مم لذات وقتنا هذا مم وانا قبل اربع بنات يا دكتور حسين حاضر وعالم عاش حاضر وحالة الصحية ما تسمح طب الكابد اخبره ايه الكابد اخبره ايه الكابد تعبان الكابد تعبان يا دكتور طيب انا يعني انا بالنسبة له ان شاء الله حاول زي ما قولنا البرنامج اسمه حلمك حقيقة اه ان شاء الله اتنورني في تسعة وعشرين شارع التحرير دقي انا هعالجك مجانا من السكر والكابد لوجه الله بازن الله انت اخ فاضل وغالي وده حقك علينا يعني مش اه وحنحاول ان شاء الله حد مخ وعصاب يا اما نعرض عليه الاشعة بما هي الان فيقول ما هو مطلوب يا اما زي ما احنا عملنا يشوف حضرتك تسعة وعشرين شارع التحرير دقي من الاحد الى الاربعة انا موجودتني اليوم في المكان ده ان شاء الله باذن الله كشف مجانا وانا كتبت اسم حضرتك وان شاء الله باذن الله انا اتبرع بان انا اعالج حضرتك من الكابد والسكر ربنا اقدرني السلام عليكم طيب قطع الاتصال كان فيه اخت على الهاتف نكمل تاني بسرعة ونقول يعني ناخد الكلام بتاع اخونا الغالي ده ونقول ايه الهلاقة بين الكابد والسكر يعني ايه الهلاقة بين الكابد والسكر وليه مرضى الكابد تاعات بيبقى عندهم سكر وليه مرضى السكر تاعات بيبقى عندهم الكابد ودايما الناس تقول معلومة هي اقرب الى الحقيقة قالوا وهي مرضى الكابد يحتاجه سكر كتير فيبقى دايما نفسه رايحة للسكر ومريض السكر بيبقى احنا منعينه من السكر فيبقى فيه درجة من درجات التناقض بين المرضين ما بين كابد يحتاج الى السكر وما بين سكر بنمنع العيان منه من السكر ولدرجة ان احنا احيانا احيانا العيان بزداد في المرحلة المتقدمة اللي بنسميها غيبوبة كابدية احيانا كتيرة بتبقى العيان من كتر مجات له غيبوبة كابدية بنمنعه من اللحوم مثلا وبنشرح ونحاول نشرح هو ليه احنا بنمنعه من اللحوم بفكركم بس الارقام اللي على الشاشة تتواصلوا معايا فيها فأي تخصص هنخدمك انا كابد وسكر وجهاز هضمي هعالجك ان شاء الله بإذن الله تعالى سواء في مركزنا اللي في المانيال او في مركزنا اللي في 29 شارع التحرير دقي معايا اتصال السلام عليكم طيب احنا دلوقتي هنتفرج على فيديو والاتصال ده لو رجح تاني اهلا وسهلا معايا فيديو هنتفرج عليه دلوقتي ونرجع تاني بفكركم الاحد والاربعاء 11 مساء ده موعد إذاعة هذا البرنامج البرنامج ده اسمه حلمك حقيقة انت تحلم والتحقيق بفضل الله على ربنا اولا ثم علينا نشوف الفيديو البسيط ده ونرجع لك تاني وليد فارق احمد من ارحب محافظة صنعاء جينا هنا على الكاهرة بالعلاج يعني الحمد لله تعالدنا هنا في السكر والذين اصبحت نتيجة جيدة هنا بفضل الله بفضل الدكتور حسين يعني نزل السكر كانوا خمسة مئة وخمسة وخمسين ونحن حبط إلى مئة وخمسين إلى مئة وتسعين يعني الحمد لله كان مئة وتسعين ثم مئة وخمسين ثم أقل من كده نسجلنا مئة وخمسة كمان أنا أنصح اليمنين انهم يتمدوا على الله ثم على الدكتور حسين تمام وجايوا يتعالجوا في المركز نعم دكتور حسين الشورى حسين الشورى وفي مركز الأطباء نعم 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 نحن عندنا كده كذا مركز نحن عندنا في مرك الأطباء أو الفيصل وعندنا 29 شرع التحرير ذقي أمام سينما التحرير وبجوار مركز الثقافي الرو اوعى تفرط اوعى تفرط لحظة في حلمك حتى ولو بجناح مكسور حلمك ابنك اكسر سجنك اوعى يفرق بينكم سور مهما تزيد حواليك الضلمة مهما تزيد حواليك الضلمة بكرة أكيد في نقطة نور اوعى تفرط لحظة في حلمك حتى ولو بجناح مكسور هذه كلمات أعزائي المشاهدين ورجعنا لكم بعد الفاصل نكمل ونواصل تعالوا ناخد كلام أخونا اللي من اليمن وجالنا والسكر بايز عنده خالص حضراتكم سمحتو كان كام 500 نزل لـ 205 كان لسه برضو نزل لـ 195 كان لسه برضو لحد ما نزل للرقم اللي يمكن اتقال في الفيديو قاله وهو 105 وخمسة عايز مرضى السكر يسمعوا معايا اللي حقوله بس بعد هذا الاتصال السلام وعليكم ألو نوطي التلفزيون ونسمع من التلفون ألو ألو أيوة أهلاً وسهلاً بحضرتك اتفضل يا فاندر يا دكتور معلش أنا كنت بأدخل حمام كتير وبشر بمياسير زملاء بيقولوا الأستاذة آية الأستاذة آية مين معلش لازم نتعرفه المكان حضرتك ونوطي التلفزيون ونسمع من سماعة التلفون وألف أهلاً بيك اتفضلي أيا راحت وجاب نور أستاذة نور ألو السلام عليكم وعليكم السلام يا أستاذة نور أهلاً وسهلاً في تجليم منين أنا من القاهرة من القاهرة تفضلي أهلاً بيك أهلاً بيك يا دكتور أنا عندي ستين سنة وعندي السكر وعندي الضغط وعندي نزلق ودروفي وعزام ومشاكل في الركب وطعبانة جداً يا دكتور ربنا يديك الصحة ذا أنت واخدة شوية حسنات مفيش بعد كده يعني الله يخري فضلي ربنا يديك الصحة والطولة العمر الله يخليك مش قادرة مش يا دكتور ما بمشي وزننا كامل أول الوزن 95 ومش قادرة أنت إحنا مش طوال أوي صح؟ أكيد إحنا قسارين شوية 168 168 حسان كده أه ألف سلام عليكم ومش قادرة خس عشان باخد أنسولين يعني دكتورة بتقول لي الأنسولين بيتكخن أكيد ودكتور العزام بيقول لي ما تروحيش تاني لدكاترة عزام علشان إنتي لازم تخسي أنا مش عارفة خس طيب قال لك في خشونة تقلينا كلمة خشونة عندي خشونة وبتقطع الركبة في الصلاة أو وأنت في تقطعها أنا بقى لك هذا السنة مش بقى لدى رنزل على الأرض خالص طيب أنا أديك الصحة يا رب أنا لك بناخد الإنسولين قوليلي كام وكام عشان إن شاء الله هنزبط لك السكر دي شغلتنا يعني بخط الملوك 32 الصبح و34 بالليل تمام على الرقمين دول طالع كام السكر على الريق من فضلك طالع كام يعني السكر بتاعي ساعات يطلع لخمسمية وشوية وساعات ينزل لمية مية حاجة وسبعين الخمسمية دي كارثة أولا وربنا يا حميكي وإحنا قدنا في إيدك لحد ما نودك للطريق السليل خمسمية دي مشكلة والله الجهاز مش بيعد تمام أه ألف سلامة طيب أنا حجوبك بس يسمع الحاج الملوم قبل ما يضيع مني الاتصال وبعدين حجوبك على الاتنين ألف سلامة وعليكم السلام حاج الملوم ازايك يا دكتور منور الدنيا بحالها الله يكريمك الحاج الملوم أهلم بيك وحشني خالج يا دكتور أهلا وسهلا أهلا وسهلا الحاج الملوم إزاي حضرتك أعلم بيك كفر الشيخ منور الدنيا بحالها الرياضة الوزيرية أحسن الناس ازيك الحب الاملون? انت عامل ايه واخبارك عاملين? الحمد لله الحمد لله انت وحشني خالص خالص. واتصالاتك على قناة صاحب الجمال وحشتنا جدا. والله عاوز اشوفك ان شاء الله. الحمد لله والله انا سعيد ان انت اتصلت يعني. وسعيد بازل اتصال اللي جاي بجد فجأة. جاي بجد فجأة بس انا سعيد لانه بقالي عشرين سنة يمكن مشوفش حضرتك او خمستاشر. كل سنة وحضرتك. ده انت اتنور. سؤال صغير يا دكتور حسين الله بارك لك. عيوني ده انا جيلك لحد البيت اتفضل. الله بارك لك وخليك. الالاج الكيتو اللي هو الكيتو الجديد اللي هو الرجيم ده. انت ايه رأيك فيه? طبعا ده احنا هنعمل حلقة عنه. احنا هنعمل كلام بس. ده احنا هنتكلم عن الكيتو. وهنعمل حلقة كاملة عنه. بس النصيحة اللي هنقولها دي الوقت كمعلومة سريعة. ارجوك ما توقفش كل النشويات. لان الكيتو بيقول وقف كل السكريات. وقف كل النشويات. من فضلك ممكن توقف كل السكريات وده هايل وصح. في النشويات. وقف لحد ما تستخدم عشرين في المية من اللي بتاخده. ثم خمسة في المية وسبت الخمسة في المية. لان اللي خسوا مع الكيتو وقفوا النشويات خالص. حصلت مشاكل كتيرة جدا منها التجايد اللي في الوش. والواحد بقى اخبير في السن كأنه عشرين سنة. بشكر الحد محترم وصديق للصحة والجمال ابو الدكتور الاسلام. وان شاء الله بإذن الله حنجاوب وعلى فكرة ارجوكم انتظرونا حتبقى من امتع الحلقات حلقات الكيتوجينيك. كل اللي عايز يخست حيسمعنا في حلقات الكيتوجينيك ما لها وما عليها. الكيتوجينيك فتح من الفتوح العظيمة. فكرته باختصار انه بدل ما الجسم بيستخدم النشويات والسكريات في الحصول على الطاقة بيلف ناحية الدهون وياخدها من الدهون. لما ما يلاقيش سكريات ما يلاقيش نشويات بياخدها من الدهون. وده فكرة جديدة. لكن لها مآخذ. لها زنوب. ولها حسنات. لها بوستف. ولها نيجاتف. كل ده حنعرفه اللي حيتابع حلقاتنا كل يوم حد. وكل يوم اربح تسعة بالليل. عزا المشاهدين. الحجة بفكر تاني اللي قبل الحج لاملوم. وعدتها ان انا حضبط لها السكر. وزي ما بقول احنا عندنا مكانين بنستقبلكم فيه تنورونا. اه تسعة وعشرين شارع التحرير دقي. تسعة وعشرين شارع التحرير دقي. امام سينما التحرير. والمكان التاني اربعة اه اربعة وتمانين شارع المانيال. اربعة وتمانين شارع المانيال. محطة الغمراوي. كمان تقدروا تنورونا في برج الاطباء في اول فيصل. كل بي اماكن ان شاء الله بازم الله. كل اللي عايز زبط سكر. او عنده مشاكل في الكب. عنده مشاكل في المعدة. عنده مشاكل في القولون. بفضل الله تعالى حنسقفكم طديا. واللي عايز نشوفه ونفحصه احنا تحت امركم بإذن الله تعالى. لا تديروا المؤشر عن قناة الصحة والجمال. فيه معلومات مهمة جدا عن الانسولين. شوفوا كام حد دلوقت اتصل النهار ده وقال با استخدم انسولين. عدوا معايا وده بالصدفة. كذا حد سكر قال با استخدم ايه? انسولين. هي ايه خصة الانسولين? هو مين اللي طلع الانسولين? هو قد ايه شاب سنه تسعة وعشرين سنة من كندا جاب لنا اختراع ربنا فتح عليه بيه اسمه الانسولين. بعد القصة دي لشبابنا اللي قاهد على القهوة قوم. اوعى تقعد على القهوة. قاهد على القهوة تعمل ايه? لشبابنا اللي عمال بيقول الدنيا سودة. الدنيا مش سودة خالص. انت اللي لابس نظارة سودة من فضلك اقلعها. وشوف واحد من كندا مش مسلم خالص وانت مسلم. مش مصري وانت مصري سواء كنت قبطي اخواتنا في الله وعلى راسنا او مسلم اخونا وعلى راسنا. ايا كنت انت بقاها تعمل ايه? واحد شاب سنو تسعة وعشرين سنة الناس كانت على فكرة قبل الانسولين بتموت. مريض السكر لو ما اخدش انسولين يموت يا جماعة. الراجل ده احيا الناس دي بفضل ربنا وبتوفيق ربنا عليه. وهقول ليه? هي ما جاتش كده. هو ما كانش قاد على القهوة بيشرب شيشة وبيسد. بيشد في نفسين جوزة. جات له القصة دي. خالص. خالص. كم طول الوقت مشغول بالقصة دي. فاللي بيشغل نفسه بالقصة دي ربنا بيهديه وحنقول ربنا ازايها ده لاكتشاف الانسولين. قصة دواء ولكن بعد الفضل. اذا رمت ان تحيا سليما من الاذا. وعرضك موفور ودينك صينه. لسانك لا تذكر به عورة امرئ. فكلك عورات وللناس السنه. وعيناك ان افدت اليك معايبا فدعها وقل يا عين للناس اعينه. وعشر بمعروف وسامح من اعتدى. ودافع ولكن بالتي هي احسنه. هذه كلمات الامام الشافعي. الامام الشافعي. ولنا احدى مرة جدا هنقول كلمتين عن الامام الشافعي. لكن تعالوا نقول الاربع اسماء دول عايزكوا تحفظوهم الحياة. الاربع اسماء دول هم اللي كان ليهم الفضل في ظهور ما يسمى الانسولين. اللي انقذ الناس من الموت. من احياها فكأنما احيا لايه? الناس جميعا. الناس دول هم بانتنج. فريدريك بانتنج. الراجل ده يعني ربنا يرحمه. فريدريك بانتنج. سنة 1920. دكتور نعرفه احنا الاطباء اسمه ماكلويد. ماكلويد. ولا زالوا تكتب وتدرس الى الان. اسمه ماكلويد. فنفتكر فريدريك بانتنج. نفتكر ماكلويد. نفتكر بيست. 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 ونفتكر كلارك. وهنتحك على كلارك. تخيلوا اللي خد جايزة نوبل وبقى مشهور جدا. وخد فلوس كتيرة جدا. هما اتنين. مع ان المفروض ياخدوا الشهرة. وحب الناس. والفلوس تلاتة مش اتنين. تلاتة. هما مين بقى? نمرة واحد. فريدريك بانتنج اللي اكتشف الايه? الانسولين. اتنين بيست اللي كان بيساعده. تلاتة كلارك. كلارك ده سيئة لحظ جدا وامه دعي عليه. هقولوك دلوقتي ليه امه دعي عليه. الرجل ده اشتغل معهم تماما. وبعد شوية لقى نفسه تعب. فقال يا جماعة انا عايز ااخد اجازة اروح لامي. عايز اشوف امي بقى انا تعبت بلا انسولين بلا بتاع. فهو وبيست. بيست قال له انا كمان عايز اشوف امي. اش معنى انت يعني? ما انا كمان عايز اروح اواخد اجازة. بيست وكلارك اللي هما المساعدين بتوع الحج فريدريك بانتنج اللي اكتشف الانسولين وكانوا معاه. في نفس اللحظة رموا قرعة. كأنهم جابوا جنيه وقالوا نسر ولا كتابة. جاه الحظ مين كان ساعد الحظ اللي هو في الاصل سيء الحظ. عشان كده لما الامور تمشي ما 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 تضمنش اني ده الصح او الافضل ليك او العكس. خالف. فطبعا القرعة جابت ان كلارك يروح يستريح وياخد اسبوع عند مانته. يشتغل مين? الحج بست مع الحج مين? بانتنج. الحقيقة في الاسبوع ده التجربة نجحت. فالراجل كان فين? في اجازة. فالاعلام والدنيا كلها شكروا مين? شكروا. فريدريك بانتنج. وشكروا بست. ولم يشكر خالص. ولم يشكر الى الان. كلارك ده اسم بنقوله كده من بابل لكن ما خدش جايزة نوبل. ولا الكشف اكتشفناه وثبت امام العالم باسمه. القصة باختصار شديد جدا. الراجل فريدريك ده اصلا من كندا. سنة الف تسعمائة وعشرين راجع من الحرب العالمية الاولى. فلقى طبعا ايه? انه يفتح عيادة في حتة اسمها لندن. لندن دي في كندا. مش بتاعة بريطانيا. حتة صغيرة قوي. فتح العيادة بتاعته العيادة ما مشيتش. انه العيانين ييجوا مفيش عيان جاه. هو كان دكتور جراحة. مفيش عيانين خالص. بقى يدفع كهرباء ويدفع نور ويدفع مصاريف والعيادة مش ماشية خالص. فقال طب خلاص في جامعة جامبي اسمها تورنتو. احاول اروح ايه? اشوف رزق فيها. راح هناك بدأ يحاول يقول لهم طب مدت طلبة زغيرين دروس. كده درس يعني ولا حاجة? فاتعرف على عمنا مين? مكلويل. لكن هو طول الوقت عمال يقول هي الناس اللي بتموت من المرض ده. ما كانش معروف بقى السكر وما كانش معروف كان معروف بس ان البنكرياس بيدخل لها النشويات والسكريات بيحصل حاجة محدش يعرفها كأنها مغارة وبعد كده ايه? محدش عارف حاجة. ففضل الراجل ده بقى يعمل ايه? يد دروس للعيال. لفت نظره قصة ايه? هو اللي بيحصل في البنكرياس? محدش عارف قبل الراجل ده. قبل فريدريك باندينج. عمل ايه بقى? راح لمكلويد اللي هو رئيس قسم الفيسيولوجي. قال له لو سمحت. انا عايز اشتخل على الحتة دي. يمكن ربنا يكرمني. قال له بص احنا كده كده انا مش مختنع. مرة واتنين وتلاتة وهو يلح ويصر على الامل ده انه عايز يطلح بحاجة لانه عارف. الحاجة دي اللي هيخلص لها دي اللي هترفعه. وتخلي الدكتور حسين الشورى على قناة اسمها الصحة والجمال. بيكلم ناس جمال زي حضراتكم دلوقتي يتكلموا عن هذا الرجل اللي من كندا اللي مشوفناهوش لكن احنا بنادعوله بالرحمة وبكل خير. طيب حصل ايه بقى? الرجل مكلويد قال له حديك حتة معمل صغير يعني احقر معمل في المعامل. وتشتغل في الاجهزات بس. وبيشتغلوا على الكلاب عزكم الله. عشان ايه? يجربوا في الكلاب الدوة فيشوفوا هيجيب فايدة ولا? وخد بالك ليك كام? كلبين في اليوم. ليك في السنة عشر كلاب هم دول بس. خلصوا خلاص انت برة. قال له خلاص انا موافق. وقال له ايه? في واحد اسمو بيست طالب كده نفسه يتعلم زيك يعني ضارب فيوزه زيك خليه معاك. بيست جابوه وكان الحظ بقى ايه? هيبتسم له بعد كده اللي احنا قلنا عليه بيست وكلارك. طيب. فضل يدور 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 عالسبب ورا الموضوع ده? لحد ما قال ايه? طب البانكرياس دي? هل يا ترى لو ربطنا بحبل البانكرياس دي? الكلب اللي نربط البانكرياس بتاعته يجيله سكر. لقوا فعلا لما بيربطوا بيجيله سكر ويموت. خدوا بالكو كان اللي يجيله سكر يموت. يجيله سكر بزيات من نوع بتاع الانسولين. احنا عندنا النوع الاول المحتمد على الانسولين. والتاني بتاع الاقراص. الاقراص يعيش شوية. انما ده بي ايه? بيموت على طول. وبزيات الاطفال كانت الاطفال تموت بالجملة. كل الاطفال اللي بياخدوا انسولين دلوقتي كانوا حيموتوا لو ما كانش الرجل ده. بفضل الله وتوفيقه. اولا طبعا ربنا هدى لمين? للانسولين. المهم بسرعة كده مش اطول عليكم. فبدأ يعمل ايه? يقول الله. طب فيه خلاء اسمها لانجرهانز. وبالمناسبة. بالمناسبة كتير منكم يعرفش لانجرهانز مين? لانجرهانز ده جزر لانجرهانز اللي تسمت في البانكرياس باسمه ده طالب بيدرس الطب. كان سنه في حدود 18 سنة. يا ناس ياللي قاعدين على القهاوة وسنوكو 18 سنة. لانجرهانز كان طالب في كلية مش زي ما انتم متخيلين. ما كانش استاذ ولا عالم ولا رئيس قصد. هو بيشرح في البانكرياس لقا حاجة غريبة كده. ايه هي دي مختلفة حطها تحت الانجرسكوب? لقاها حتة تانية غير الباقيين? فقال خلاص انا اسم لانجرهانز وهي يبقى اسمها لانجرهانز ولا زال اسمه خالد في التاريخ. تمام? فقالوا ايه خلاص? مرة نربط البانكرياس كلها ومرة نربط البانكرياس وينسيب اللانجرهانز بايه? عايشة. ما نربطها لما لقوا الكلب لما اخزها بيربطوا البانكرياس ويسيبوا اللانجرهانز يعيش. فقالوا خلاص يبقى اللانجرهانز دي بتطلع مادة بتحرق ايه? الجولوكوس. بدأوا يعملوا ايه بقى? بدأوا فعلا ياخدوا المادة دي ويشوفوها ويحللوها وبعد كده بدأوا يطلعوها من البقر وبعد كده بدأوا يصنعوها وطلع الانسولين وكانت نهاية فريدريك. انا عايز اقول لكم انه فريدريك العشر كلاب خلصوا لدهم له استاذه مكلويد فطلع في الشارع في الفجر يصطط كلاب فيجري ورا الكلب في الشارع. اصطط كم كلب مش هتصدقه? ربعمية وعشرة كلب. وكلمة السر والحظ كانت مع الكلب رقم ربعمية وعشرة. ربعمية وعشرة هو الكلب اللي لما الرجل فريدريك ده آآ آآ ربط البانكرياس وساب لانجرهانز آآ آآ كانت المفاجأة عشان كده دايما دايما رقم ربعمية وعشرة من الارقام المحظوظة جدا لانه لولا الكلب رقم ربعمية وعشرة وشوفه هو جاهد ازاي اددوله عشرة كان من ربعمية وعشرة وهو لا يجد حتى ما يأكل. بعد كده طبعا الدنيا هشت وبست له وبقى من الاغنياء والعظماء وحكينا احنا القصة بتاعت هذا الرجل فريدريك آآ مع آآ 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 كلارك ومع بست. اعزاء المشاهدين آآ الوقت الجميل معاكم بيخلص بسرعة. عزاء الوحيد ان الحلقة لها نسخة تانية كل يوم حد وكل يوم اربع ساعة احداشر. البرنامج ليس طبي فقط. البرنامج بيساعدكو في كل حاجة. كل حاجة. لو حد له مصلحة او موضوح في اي حتة طبعا هنجتهد. لا ندعي الكمال ولا ندعي القدرة. القدرة لله. لكن وراء انا باسم الله فريق من الاعداد هيحاول يحقق اسم البرنامج اللي اسمه حلمك حقيقة. اديسون وصل للمحاولة بتاعت المصبع عشان ننور في التجربة رقم الف تسعمية تسعة وتسعين مرة كان بيفشل في الالف نجح. عزاء المشاهدين آآ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه اخيك صدقة. اقل حاجة يعني تقدمها هدية لمن تقابله ان تبتسم في وجهه. يختمون كلماتهم او برامجهم بكلمات واختموها في ابتسام. موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة